شاهد كثيرة مشتركة بيني وبين طيفي العزيز اللي أنا هقدمه لحضراتكم النهاردة مشترك معنا ان احنا خرجين كلية اعلام دفعة واحدة دفعة 86 عملنا في الصحافة سويا هو الآن بيتولى منصب رئاسة تحرير جديدة الشروق وايضا عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس امناء الحوار الوطن حاجة الوحيدة اللي احنا مختلفين فيها انه زم الكاوي الهوى وانا اهلاوي الهوى لكن ده لا يفرق بيننا برحب حضرتكم مبضيفي الكريم الكاتب الصحف الكبير الاستاذ عماد الدين حسين مساء الفل مساء الورد في البداية لا استطيع ان ابدأ هذه الحلقة دون ان اشير ان اليوم هو الذكرى السنوية الاولى لوفاة صديق عمري وعمرك الكاتب الصحف الكبير الراحل استاذ ياسر الرزق نعم الله الرحمن تكلم عنه زي ما انت عارف ياسر كان صديقنا المشترك احنا عشنا ببيته وكنا مع بعض في اربع سنوات كلية وتقريبا عشنا لمرحلة مع بعض اكل وشرب فالعلاقة بيننا لم تنقطع لحد وفاته كنا نشترك في سرير واحد واحلام واحدة صحيح ياسر من انبل واجدع واسكى الصحفين المصريين في العصور الاخيرة كان مكتهد كان ذاكي جدا كان قارئ نهم كان بيعشق البلد كان متحقق لانه اشتغل ياسر بدأ حياته محرر حوادث وتدرج في كل المهن يعني كل الوان الفنون الصحفية وكان محرر عسكري بارع لفترة طويلة جدا ثم محرر رئاس الجمهورية محرر رئاس جمهورية ثم رئيسا لتحرير مجال التلزع والتلفزيون ونغط بها خلاها عمل التوزيخ قياسي وفي عهده ايضا الاخبار عملت مستويات قياسية عندما تولى رئاس التحرير في الفترة الاولى نعم فياسر على المستوى الصحفي فعلا كان واحد من انبه ابناء جيله وكان عنده طموحات كتيرة جدا جدا لكن للأسف الشديد كان مهملا كبيرا في صحته منذ صغر منذ صغر يعني انت تتذكر كلنا كنا بنشرب سجار مع بعض بس مكناش بنفس هذا الادماء لكن ياسر كان بيشرب سجار كتير اوي اوي ويبدأ يومه الساعة يمكن تلاتة العصر ويقعد لحد تلاتة الفجر مرات كتيرة وانا صغير فكر جدا كنت نظامه اليوم كان مختلفا كنت بعد عليه في الاخبار اعود معاه لحد الساعة اتنين تلاتة ونرجع الى مدينة نصر حيث شقته اللي كان بيستضفنا كلنا فيها يعني بالضبط اكيد فياسر خسارة يعني فقده خسارة كبيرة كبيرة جدا لكن يعني هذه سنة الحياة ربنا يرحمه ويرهم اماني درغام زوجته المحترمة واسرته الصبر وكل حبيبه وقيمة لا تعود ربنا يرحمه وحسن اليه هنشير هنا الى انه هيبقى فيه ندوة او احتفالية في معرض القاهرة الدولي للكتاب هيتم فيها يعني القاء الدوء مرة اخرى على كتاب ياسر الاخير يعني نعم نعم ياسر الكتاب ده كأنه كان يعرف انه خاتمته وكتاب كان مهم جدا جدا فيه التاريخ للسنوات الاخيرة او سنوات ثورة 30 يونيو 2013 ياسر كان جزء من المشهد الوطني الكبير كان بس مش بشتغل صحفي لا كان سياسي ومقاتل ومنبه وعمل ادوار كتيرة جدا انا يعني وتيح لي ان انا كن شاهد على بعض هذه الوقاع كان اكثر تحموسا كانوا بالفعل جند في المعركة الامامية وكان بيتصرف بهذا السلوك حتى في كتابته انه وكان رأيه في مرات كتيرة كنت بقول له ياسر انت صحفي يفترض انك تكون انا ما تقال لي لا دي مرحلة ما ينفعش يبقى فيها الانسان كده لا لازم في هذه الوقات لازم الواحد يبقى لانه الامر يتعلق بالوطن مش بس بالمهنة الله يرحمه يعني سيه او ابرز ابناء كيلو على الانتلاق يعني ده صحيح